تعيد ميا هامسن انتاج منسوجة بايو وهي لوحة جدارية ضخمة تجسد غزو ويليام الفاتح لإنجلترا بحجمها الحقيقي في مشروع كبير انكبت عليه منذ ست سنوات داخل منزلها الواقع في شرق إنجلترا وقررت المدرسة السابقة التي تهوى التطريص في العام 2016 أن تبدأ في مشروع إعادة انتاج المنسوجة الشهيرة التي تمثل تحفة فنية يعود تاريخها إلى ما قبل ألف عام تقريبا ويبلغ طولها نحو سبعين مترا وترمز كذلك إلى العلاقات العدائية بين إنجلترا وأوروبا وبعد خمس سنوات ونصف السنة من التطريص بمعدل ثلاث إلى أربع ساعات يوميا تمكنت هانسون حتى منتصف كانون الثاني يناير من إنجاز نصف اللوحة الجدارية التي تلفها لعدم وجود مساحة كافية لتمديدها وأصبحت تعرف أدقى تفاصيلها وصولا إلى أخطاء ارتكبتها الخياطات في ذلك العصر والمنسوجة العائدة إلى القرن الحادي عشر والمدرجة على سجل ذاكرة العالم من اليونيسكو تعرض في أحد متاحف مدينة بايوف النورماندي شمال غربي فرنسا وناقشت باريس ولندن إعارة محتملة للمملكة المتحدة لكن لا يمكن نقل المنسوجة قبل إجراء عملية لترميمها من المرتقب أن تنطلق في خريف العام 2024 وتستغرق ثمانية عشر شهرا على الأقل